وتم التعديل والإضافة والتشتيب والفرش والتأسيس في عهد النقيب الأستاذ عبد الحليم علام اللي كان عنده موكة نظر في تغيير كل التشتيبات وعمل تأسيس وفرش يليق بين محامين جنوب سيناء مش محامين جنوب سيناء بس، النادي ده هيخدم كل محامين مصر كل المحامين اللي بتردادوا على محكمة جنوب سيناء اللي شغالة طوال الشهر فدي خدمة وإضافة لأصول النقابة العامة وخدمة مقدمة من النقابة العامة ونقابة جنوب سيناء لمحامين جمهورية مصر العربية بسفة عامة ومحامين جنوب سيناء بسفة خاصة النهاردة كان لقاء المعالي النقيب العامل سيد عبد الحليم علام وجمعية العموية أو محامين جنوب سيناء في مقرهم الجديد النهاردة النقيب لما عرف ان ما فيش طبع مكنة طبع للكرنات أمر فورا بإنهاء هذا الأمر وإن شاء الله من بكرة يتم تنفيذ قرار معاني النقيب النهاردة عرض بعض المشاكل على النقيب العام من المحامين وأمر فورا منها مسألة خاصة بعلاج محامي كانت عرض لحادث أمر سعدته بنتحمل النقابة العامة تكلفة العلاج والنهاردة كان حوار مفتوح وحوار شيق ما بين النقيب المحامين وبين أبنائه نشكر مجلس القابل العامة المحامين برقاسة النقيب الصعب دي حليم علام وبنتمنى لكل محامين مصر كل التوفيق وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضاني الكريم